اشتركوا في القناة الملكة البحرين تمتلك العديد من قصص النجاح في مجال التحقيق اهداف التنمية المستدامة ومن بينها التجربة المتميزة لصندوق العمل تمكين في الاهتمام بالكوادر الوطنية وتأهيلها لكي تسهم في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة واشار الى ان الاستثمار في العنصر البشري يشكل احد ابرز الاولويات في جميع خطط وبرامج عمل الحكومة منوها الى اهمية هذه الجلسة التعريفية في تسليط الضوء على تجربة التمكين الرائدة في تحفيز الطاقات الوطنية ودعم انشطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يعزز من دورها في خدمة الاقتصاد الوطني ومن جانبه اكد الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين الدكتور ابراهيم محمد جناحي ان تجربة البحرينية في تعزيز قيم ومبادئ واهداف الاستدامة تأتي على رأس اولويات المبادرات التنموية التي دشنتها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدأ وذلك ضمن اهداف الرؤية الاقتصادية 2030 ومن جهتي اشار الرئيس التنفيذي للاستثمار والاتصالات التسويقية الدكتور ناصر قائدي الى ان تمكين عبر 12 عاما من الانجاز سهمت في دعم اكثر من 170 الف مؤسسة وفرد ضمن برامجها التطويرية لدعم كل من المؤسسات والافراد على حد سواء وتأتي مشاركة تمكين في هذا الاجتماع في اطار سعي مملكة البحرين للتأكيد على همية تحقيق اهداف التنمية المستدامة التي اقرتها الامم المتحدة في عام 2015 لتحقيق اهداف التنمية المستدامة التي تساهم في رخاء الشعوب اتقرت$ 52cito اتقرتكم على عام ٹ نائM اتقرتدي و حده الى انتباه التنمية المستدامة انتباه umas تن تطرقنا بال�رح على الاتصال شكرا